خلونا نروح دلوقتي لمدينة شرم الشيخ لان زي ما احنا عارفين ان شرم الشيخ يعني كلها تقريبا اقل من 45 يوم وهتحتضن مؤتمر تغيرات المناخ كوب 27 اللي هيكون في مدينة شرم الشيخ علشان كده المدينة بتتحول للكامل انها تكون مدينة صديقة للبيئة خلونا نعرف التفاصيل ونقرب من الصورة اكتر من خلال زي منا محمود جميل موفد التلفزيون المصري في شرم الشيخ علشان يكلمنا على الاستعدادات اللي بتتم لاستضافة قمة المناخ صباح الخير يا محمود صباح الخير عليك يا احمد وصباح الخير عليك يا جمانة بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصري في كل مكان مازلنا بنتابع معاكم طبعا الاستعدادات اللي بتتم على ارض مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال قمة المناخ كوب 27 يمكن لو لسه يعني باقي كام يوم على المؤتمر لكن الحقيقة هنا العمل شغال على قدم وصاق للانتهاء من كل المشروعات ويمكن احنا بدأنا معاكم يعني منذ ايام في برنامج صباح الخير يا مصري وبنتابع معاكم المشروعات اللي بتتم بالتفصيل في كل يعني ارض مدينة شرم الشيخ بنتكلم عن اكتر من 30 مشروع موجودين في مدينة شرم الشيخ احنا هنكون معاكم النهاردة من مشروع جديد ومهم جدا جدا اهميته بتكمن في هدفين رئيسيين الهدف الاول طبعا انه بيخدم توجه الدولة في ان تكون مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء صديقة للبيئة والهدف الثاني هو الهدف في تقديم خدمة طليق بيئة المواطنين الهدف الاول الخاص به ان المكان يكون صديق للبيئة احنا موجودين تحديدا ومن خلف المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ هذا المبنى هو الجديد من نوعه الاول من نوعه على تقريبا مستوى محافظات مصر لانه هو اولا هذا المبنى بيقام على مساحة ما يقرب من 11 الف متر مربع هذا المبنى ايضا هو مبنى صديق للبيئة مصمم باحدث التقنيات والنظم الحديثة اللي بتكون صديقة للبيئة المبنى هنا احمد يعني في بعض التفاصيل المهمة اولا من اول ما بتدخل المبنى في تصميم مختلف تماما في واجهة مختلفة تماما بترحب طبعا بيئة الجمهور خارج المبنى اولا في اعمال اللاندسكيب ودي حاجات طبعا مهمة جدا المساحات الخضراء والمناظر اللي بتكون موجودة حوالين المبنى فدي حاجة مهمة جدا ان هي بتخدم فكرة ان مدينة شرم الشيخ تكون صديقة للبيئة عندنا ثلاث عناصر مهمين جدا داخل المبنى العنصر الاول هو مركز خدمات مصر مركز خدمات مصر هنا بيقدم كل خدماته للمواطنين الخدمات المتعلقة بالخدمات الرقمية والمميكنة بحيث ان اي مواطن موجود في مدينة شرم الشيخ محتاج اي خدمات خاصة بالشارع العقاري محتاج اي خدمات خاصة بالسجل المدني هيقدر ان هو طبعا يعني يحصل على الخدمة دي من خلال مركز خدمات مصر العنصر التالي اللي موجود داخل المبنى هو مركز الجمهور مركز الجمهور وهو المركز التكنولوجي ده بقى هيكون خاص بالمواطنين واهالي مدينة شرم الشيخ اللي بيكونوا محتاجين بعض الخدمات الخاصة بالمدينة والخاصة بيهم كاهالي مدينة شرم الشيخ العنصر التالت وهو يعني حاجة مهمة جدا جدا وهو مركز ادارة الازمات هيكون في مركز ادارة الازمات خاصة مع قرب استضافة كوب 27 هيكون خاص ومتابع لكل اللي بيحصل في مدينة شرم الشيخ ومناطق جنوب سينة بشكل عام بحيث ان لو فيه اي ازمة في اي وقت وقت انعقاد المؤتمر هيتم التعامل معها على الفور من خلال الاجهزة اللي موجودة ومن خلال كمان الخبراء اللي هيكونوا موجودين داخل المركز المركز من جوه بقى فيه بعض القاعات اللي هتكون مصممة على احدث طراز وبطراع فكرة الطاقة الشمسية وفكرة التحول الصديق للبيئة وفكرة ان تكون المدينة الخضراء كمان هنا مش بس هو هيقدم خدمة للمواطنين لكن كمان هيقدم خدمة للعاملين اللي موجودين في مجلس مدينة شرم الشيخ من حيث القاعات اللي هيكونوا موجودين فيها من حيث اماكن الاستراحات اللي هم ممكن يكونوا ايضا موجودين فيها في وقت الاستراحة الخاصة بعملهم بالاضافة للمركز ده او المبنى ده تحديدا هيكون في مجلس مدينة شرم الشيخ وكمان مكتب السيد المحافظ جنوب سيناء فبالتالي كل الإدارات هتكون موجودة في هذا المبنى لمتابعة كل ما سيتم داخل مدينة شرم الشيخ وقت انعقاد المؤتمر خارج بقى المبنى عندنا حاجة ترفيهية مهمة جدا فبالتالي هنا المشروع هيقدم خدمات اجتماعية للمواطنين وكمان هيقدم لهم خدمة ترفيهية من خلال هيكون في حديقة مركزية موجودة خارج المبنى الحديقة المركزية دي على مساحة 110 ألف متر مربع الحديقة المركزية فيها أعمال اللاندسكيف فيها مساحات خضراء كل الحاجات دي هتكون موجودة علشان تقدم الخدمات الترفيهية والاجتماعية للمواطنين أخيرا أحمد امبارح كان فيه طبعا بالإضافة للحديقة المركزية فيه طبعا مول تجاري ومجمع للبنوك بحيث ان المواطن اللي هيجي يتلقى الخدمة هيقدر أيضا ان هو يستمتع بوقت ترفيهي في المنطقة الترفيهية امبارح دكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كانت في جولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ للوقوف على آخر الاستعدادات وكانت موجودة مع الشركة المسؤولة عن التجهيزات اللوجستية الخاصة بإدارة المخلفات والتجهيزات اللوجستية والشركة أكدت على أنهم شغالين على قدم وساقف أربع مواقع خاصين بالمنطقة اللي هيكون فيها المؤتمر قاعة المؤتمرات القديمة والجديدة علشان تستوعب أعداد زيادة للمشاركين وكمان المنطقة الزرقاء اللي هيكون فيها بعض الأجنحة الرئيسية والمنطقة الخضراء اللي هيكون فيها بعض الفعاليات الغير رسمية وأكدت وزيرة البيئة أن تقريبا عدد المشاركين اللي هيكون موجود ما يقرب من 30 ألف مشارك هيكون موجودين في قمة المناخ فبالتالي شرم الشيخ كلها بتستعد لاستقبال الوفود وبالتأكيد هنتابع معاكم كل ما هو جديد في مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة قمة المناخ كوب 27 من شرم الشيخ برجع لكم في الاستوديو مرة تانية أحمد وجومان شكرا لك يا محمود جميل موفد التلفزيون المصري وتحديدا برنامج صباح الخير يا مصر في شرم الشيخ وزي ما احنا متعودين يا جميل مصر رائدة وصباقة في تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبرى وشوفنا ده خلال السنوات اللي فاتت طبعا أكيد